نشر الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشور عبر حسابه الرسمي وده كان بعد إذاعة حلقة الفنانة ياسمين في برنامج معكم واللي بتقدمه الإعلامية منشزلي وكتب وائل في المنشور ناموا يا حربيء ولا خليها تاكلكم ربنا ياخدكم بالراحة وفسر البعض ان دي رسالة منه لجوز الحربيء اللي الكل يعرفهم كما نشر وائل منذ قليل منشور هاجم فيه الصحافة والإعلام معتبرهم هما اللي بيصيروا الجدل والفتنة بينه وبين شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد عدم ذكرها اسمه ضمن قائمة المقربين لها واللي سندوها في أزمتها الأخيرة وكتب الفنان وائل في منشوره أنا مش مستني اسمي يتذكر في شيء فعلا وانا طول عمري بعمل وجبي كأخه ومش مستني شيء وما فيش حاجة بيني وبين ياسمين أنا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو تكلمت على سلة القرابة بيننا إلا مؤخرا بعد نجاح مسلسلية في 2017 وهي اللي نزلت بوست بركتلي فيه غير كده أنا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا أرجو من الناس عدم إصارة الفتن وسبوها تفرح برجعها لجمهورها ونركز في شغلي لإني أهملت في حق نفسي ولكن بعد المنشور ده انتقد الكتير الفنان واقل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لأنه هو من البداية اللي نشر صورة لي من داخل المستشفى وأكد فيها أنه كان من ضمن المتوجدين مع شقيقته خلال فترة مرضها وكان ظاهر في الصورة هو وشقيقه الأكبر الصورة اللي حزفها على الفور فازاي انت بتهاجم الصحافة وانت اللي ديت الفرصة دي للكل يتكلم